في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد محافظات مملكة البحرين أن المملكة تنعم باستقرار أمني وتلاحم شعبي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأن شعب البحرين في هذه المناسبة الوطنية يؤكدون ويجددون ولاءهم وانتماءهم لجلالته نحو المضي قدما في تحقيق كل ما من شأنه رفعة اسم المملكة في شتى الميادين والمجالات وهالي المحافظة الجنوبية كلهم يعبرون عن ولاءهم وانتماءهم لمقام سيدي جلالة الملك ولوطنهم مملكة البحرين كما أن جميع أهالي المحافظة الجنوبية بهذه المناسبة العزيزة ندعو أن يدوم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم في هذا الوطن العزيز ولا شك أن عام 2020 شهدنا جهود كبيرة لمكافحة جائحة كورونا ولا شك أن هذه الجهود تشكر عليه والجميع في المحافظة يثمن ويقدر العطاء والتقدم والجهود التي تبذل من الصفوف الأمامية والطاقم الطبي والتمريضي وأفراد وزارة الداخلية ومنتسبي الشرطة وكلهم في مختلف الإدارات والمؤسسات والأهالي والمواطنين والمقيمين على تعاونهم وعلى عملهم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحقيق التباعد الاجتماعي لا شك أن هذه الجهود جهود سموة للأهد رئيس الوزراء وجهود كل العاملين الحقيقة هذا العام شهدنا تطور كبير وشهدنا تكاتف الجميع وتفهم الجميع والمحافظة الجنوبية انقدر كل الانجازات التي تحققت خلال عام 2020 بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله يشرفني ويسعدني أن أنقل تحيات وأماني أهالينا في محافظة المحرق مدنها وقراها متمنين لجلالته ولسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم كل التوفيق والسداد رسالة نبعثها إلى أولئك البنات العظام اللي وصلوا هذه البلد يعني إلى أن تصل إلى المصاف الدول العالمية في كل شيء في التعليم في الصحة في جميع الأمور الإنسانية وأخرت طبعا يعني صدور التوجيه العظيم لجلالة الملك اللي يحفظه ويعزه أن التطعيم لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يشرفني من أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة العاصمة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولا صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس الوزراء ولا شعب البحرين الوفي مناسبة العيد الوطني وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وإن شاء الله الكل يتشوف معالم الفرحة في مملكة البحرين والأخص محافظة العاصمة ونشهد شوارعها الجميلة والإنارة وأطلقنا أيضا مسابقة لأجمل مبنى حكومي وخاص وهنا نشوف المؤسسات الحكومية تنور ابتهاجا بعيد المملكة البحرين وإن شاء الله كل احتفالات تكون وكل أيام البحرين أعياد أرفع أطيب التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحظة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين رئيس الوزراء الموقر وإلى الشعب البحريني الوفي بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة علينا كلنا وأتمنى الله أن يعود على هذه المناسبة والوطن في أمن وأمان وسلام تحت الرعاية الكريمة والعهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وفي الحقيقة المحافظة الشمالية ترتكز على رؤيتها في العمل وبناء على أن المحافظة تسعى إلى تنميم السدامة لحياة أفضل في مجتمع آمن للجميع لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ترجمة نانسي قنقر